شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية حفلة تسليم الموارد البشرية شهادة التميز المؤسسي وذلك بعد حصولهم على النجمة الرابعة وهو ما يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة البحرين وتمنحها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة المسؤولة عن تقييم الشركات والمؤسسات على مستوى العالم وقد هنأ معالي الوزير الوكيل المساعد للموارد البشرية وكل فرق العمل من متسبي الموارد البشرية التي ساهمت في تحقيق هذا المستوى المتقدم من التميز المؤسسي بما من شأنه تقديم الخدمات لموظفي الوزارة بأعلى درجات السرعة والدقة والكفاءة أكد معالي وزير الداخلية أن الوزارة ماضية في دعم وتطوير العنصر البشري من خلال تبني معايير عالمية في إطار استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في كافة قطاعات الوزارة من جهتها ألقى العميد عاد الأمين الوكيل المساعد للموارد البشرية كلمة أكد فيها أن الموارد البشرية وبناء على توجيهات معالي الوزير عملت على تحقيق أعلى مستوى في أداء الخدمات لموظفي الوزارة من خلال تطبيق الأنظمة والمعايير العالمية في الأداء المؤسسي منوها إلى حصول الموارد البشرية على نظام إدارة الجودة 2009-2001 نسخة الحديثة لنظام الجودة آيزو 9001-2015 وأضاف أنه تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 طبقت الموارد البشرية نظام إدارة البيئة كما حصلت على شهادة الآيزو 14-001 كأول جهة حكومية تحصل على هذه الشهادة وقد تم عرض فيلم قصير حول رحلة التمييز في الموارد البشرية أشار إلى أن هذا التتويج استند إلى تاريخ من مشاريع التطوير التي تتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية ورؤيتها وقيمها وبما يدعم تنفيذ أهداف الموارد البشرية ويساعد في الحفاظ على مكتسبات الأداء ويعتمد على المعايير العالمية معكدا أن الإنجاز والتمييز فكر ومنهج هدفه خدمة العملاء وهي منظومة متكاملة تنطلق لتحقيق أهداف نبيلة محورها أمن وسلامة الوطن من جهتها عربت السيدة إسرائم بيضين رئيس مكتب المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة بالشرق الأوسط عن تهانيها بحصول الموارد البشرية على هذه الشهادة والتي تعكس مدى الجدية والالتزام بدور الموارد البشرية في التمييز وربطها بتحقيق التمييز المستدام من خلال تطبيق النموذج الأوروبي في التمييز منوهة إلى أن الموارد البشرية بذلك تنضم إلى مصاف المؤسسات العالمية المطبقة لنموذج التمييز العالمي وأكد السيد رفائيل أباجو رئيس فريق التقييم بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في كلمة تم بثها عن طريق الفيديو عن الموارد البشرية من المؤسسات الرائدة في مملكة البحرين في تطبيق التقنيات والتطبيقات الإدارية الحديثة الأهم من ذلك امتلاكها للبنية التحتية اللازمة للتطوير والتحديث وفي سياق متصل تفضل معالي وزير الداخلية بتدشين التطبيق الذكي لخدمات الموارد البشرية الذي تم تصميمه وبرمجته من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات والإبداع الإلكتروني يتضمن العديد من الخدمات الذكية والتسهيلات الإدارية بعد ذلك تفضل معالي وزير الداخلية باستلام شهادة التميز المؤسسي وتكريم فريق التميز المؤسسي والفائزين بجواز ستيف العالمية بالموارد البشرية بالإضافة إلى فريق إدارة تكنولوجيا المعلومات والإبداع الإلكتروني والذي قام بتصميم تطبيق الهاتف في البداية طبعاً أنا بهن إدارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية على حصولها على شهادة الاعتراف بالتميز من المؤسسة الأوروبية الإدارة الجودة وبذلك بتكون أول مؤسسة تحصل على هذه الشهادة في مملكة البحرين طبعاً هذه الشهادة بتمثل مدى حرص إدارة الموارد البشرية والوزارة على تطبيق معايير التميز وتطوير قدرات الموارد البشرية والاستمرار على تحقيق النتائج المتميزة بشكل مستدام طبعاً هذه الشهادة تضع الوزارة في مصاف المؤسسات العالمية الحاصلة على شهادة الاعتراف بالتميز وما هذه طبعاً إلا بداية الطريق نتمنى أن تستمر مسيرة التميز يستمر العمل على تطبيق معايير التميز سواء في الوزارة أو على مستوى الدوائر الحكومية الأخرى في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر